ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر هذا وشارك فريق توسيس موتر سبورت بسيارتين في السباق حيث حلت الأولى مرسيدس اي ام جي التي يقودها جولس جونون إلى جانب ماكسي ميلانين جوتيس وفابيان شيلز في المركز الثالث لسباق الخليج 12 ساعة بينما نجحت السيارة الثانية التي يقودها سمو الشيخ عيسى بن عبد الله بن حمد آل خليفة بالإضافة إلى اي نيوجي والفيصل ازوبير في الحلول ضمن العشر الأوائل وبهذه النتيجة رفع جول جونون سائق فريق توسيس موتر سبورت رصيده من النقاط ليتوجب لقب الموسم لتحدي انتر كونتينالتل جي تي للسائقين بينما فازت شركة مرسيدس بلقب المصنعين